اشتركوا في القناة مجلس ادارة اتحاد المصري الكورت اليد او المشرف على منتخب كورت اليد الكراسي المتحركة وايضا الكابتن محمد فرق جمعة كابتن منتخبنا الوطني الكورت اليد الكراسي المتحركة بعد ما عملوا انجاز عظيم جدا وخدوا المدالية الفضية ببطولة العالم المقامة في مصر وكانوا على وشك الدهبية على وشك الدهبية لولا الحظ فعلا التوفيق يعني اللي ما كانش موجود معنا دكتور عادل مشرف ومنور ألف مليون مبروك تحيات الحاجة كابتن الله يبارك دكتور يعني من الحاجات العظيمة انا هتكلم عنها كتير كابتن محمد فرق كابتن منتخبنا الوطني مشرف ومنور وألف مليون مبروك كرة جدا جدا على الاصطافة الجميلة ده ودي مش غريبة على البرنامج ده شرف لايه كبير شرف كبير لايه طيب دكتور عادل الاول كلمني على البطولة بشكل عام بطولة مهمة بطولة بننظمها لأول مرة انجاز عظيم وكبير جدا لمنتخبنا الوطني كان ممكن يبقى اكبر كمان لولة زي ما قلت التوفيق يعني مش اكتر من كده احنا وصلنا لاخر مرحلة في المباراة النهاية مع المنتخب البرزيل بشكل عام رأيك ايه في البطولة البطولة طبعا بفضل الله البطولة نجحة بكل المقيس انا هتكلم في الاول كعدو مجرس دارة الاتحاد لما تكل الينا او اسند الينا بطولة العالم للكراسي متحركة بتكليف من الاتحاد الدولي لكرة اليد طبعا التكليف هو تكليف وفي نفس الوقت تحدي عشان اعمل بطولة لكاس العالم الاولى لكاس العالم الكراسي متحركة لكرة اليد وانا ما عنديش فريق اصلي اول فريق تكون امتى يا فن الفريق تكون قبل البطولة تقريبا بشهرين بشهرين وصلنا الفيضة وكنا ناخد البطولة وكنا احنا كنا قابقة وسينة او قدنى من احنا نحقق البطولة لكن التحدي زي ما انت حدثك انا بعمل بطولة عندي في مصر وفي نفس الوقت ما عنديش فريق تيجي ازاي لا منظوم التحدي كرة اليد ما عندهاش مستحيل وفكرنا وكان في مراحل لاجاد الفريق ده بالصورة الحالية الاول ان احنا ما عندناش فريق طيب الكرة اليد الكراسي ليها جناحية الجناح الاول لاعب قاعد على كرسي الجناح التاني لاعب كرة يد ما عنديش اصلا اللعبة دي بتلعب فيه اللجنة البرالمبية فتوجهنا كله للعيبة اللي قاعد على الكراسي اللعيبة اللي قاعد على الكراسي كتير بيلعبوا رمح بيلعبوا جلة بيلعبوا كرة سلة بيلعبوا تنس طولة كل دول موجودين على الكراسي في البرالمب لكن ما فيش هندبول بدأنا نجمع اللعيبة اللي هما عندهم زاو احتاجات خاصة بدرجات مختلفة من الاعاقة جمعنا حوالي فوق التمانين او تسعين لاعب في المركز اللهم في المعاتي وحاولنا نعمله مختبرات عشان يعودوا على الكراسي وتحركوا لقينا من التمانين او تقريبا التسعين لاعب اتنين لاعبة فقط ممكن نأهلهم يبقى عندهم يا خبر طبعا عندي فريق عايز بكون فريق طبعا فاتجهنا لكرة السلة كرة السلة بيهم قريدي بيتحركوا على الكراسي فمشكلة الحركة على الكراسي تكاد تكون معدوبة بالنسبة لهم لهم بتحركوا عليه وبيلعبوا عليه ويجروا وفي نفس الوقت بيتباروا ومباراتهم ودوري شغائي فالمشكلة دي مش موجودة عندهم خلاص عندهم الميسة الأولى لكن ما عندهمش التكنيك بتاع كورت الياب ودي مشكلة أكبر وجهتنا فبدأنا ان احنا نكسف جهدنا في اختيار اللاعبين اختارنا العناصر كان عددهم كبير في الأول قلصنا العدد بعد ما قلصنا العدد ومسكنا القوام الأساسي لهيكل فريق بدأنا نعمل معسكراتنا المغلقة اللي استمرت تقريبا حوالي أربعين يوم مغلق دي متحرك دلوقتي أنا يبدو أكاينك بتتكلم بشكل مختصر جدا بس أنا بين الصدور متخيل حجم المعاناة والصعوبة جدا جدا تم تكليفي من قبل أعضاء مجلس دار الزملاء في مجلس دار التحدي إن أنا أبقى المشرف عليه وإذا من هنا بدأنا التحدي بقى في إن احنا نشتغل وظهرنا بصفرة الحمد لله هرجع لك تاني البطولة بمعادة بدأنا بشكل عام دي بقى كابتن محمد قولي الأول إزاي دخلت المنتخب إزاي انضميت المنتخب الهيسري بتاعك أو التاريخ بتاعك إنت كنت بتعمل إيه قبل المنتخب كرة اليد الكراسي المتحركة إزاي وصلنا للمرحلة دي وتبقى كابتن المنتخب أولا بسم الله الرحمن الرحيم أحب بس أبلي ببتدي كلمتي أتوجه بالشكر لسيد دكتور حسني غندا حسني حسن حسن مصطفى على استضافته لحدث العالمي ده طبعا بجد حدث علامي جدا طبعا دكتور محمد الأمين رئيس مجلس دارة الاتحاد اليد كل مجلس دارة الاتحاد اليد يشكر بإمانة على المجهود اللي عملوا معنا عشان نوصل لمرحلة دي لأن النجاح نجاح مشترك احنا معملناش كل حاجة لوحدين احنا لعبها في الملعب بس في عوامل بتساعد النجاح بداية على عوامل بتساعد النجاح الاستقرار هم وفررنا الاستقرار وفررنا الملاخ المناسب المعسكر كان معنا جاس فاني على عالمستوى الكابتن إبريم ناصر الكابتن وائل الكابتن كرم الدكتور روماني طبعا الدكتور عادل جنبي هو المشرف على المنتخب بأكمله فكنا بصراحة ربنا صعداء بوجودنا داخل المعسكر انا باستخدم كرسي من سنة 2000 كرسي كورت سلة انا لقى احد لعبي منتخب مصر كورت سلة كاس متحركة ممتاز كنا رجعين من شهر واحد من عديسة بابا وصعدين لكاس العالم لكورت السلة والموضوع عما اتعرض على المدول الفني عندنا كان الموضوع يعني باللقى في صعوبة يعني على ورقة والقلم ازاي نلعب كاس عالم كمان شهر مالحقها نتيجة وانا بلعباش اصلا وانا بلعباش اصلا وانا بلعباش اصلا وانا ما تمكن كورسي يعني كورسي ركب واحد عندنا الكورسي ده معمول بمقاساتنا الشخصية كورسي اللي معنا بالمناسبة موديلة 2012 كورسي اللي كان بتلعب به منتخب البرازيل قدامنا موديلة 21 كوراسي دي موديلات كل سنة لها موديلة على الاخر زي العربيات بالزبط طاليا ناخد الموضوع بتحدي وارادة طبعا الدكتور عادل ومجلس دارة التحاد كورتلياد ودكتور حسن مصطفى عمل معنا اجتماع مغلق قالنا نهي من ان انتوا تمثلوا مصر وتكونوا موجودين ده في حد ذاته شرف المصر هاي احنا قلنا لا الموضوع احنا مش هنمثل مصر بس كل التوقعات بيقولوا احنا ناخد سادس وانا احنا مش هنمثل مصر احنا ان شاء الله نجتهد اقتدنا مع الجهاز الفني في اجتماعات مغلقة بنبحث الفيديوهات عن الفرق التانية منتخب الهند الاشارك منتخب البرازيل منتخب هولندا باننا نتفرج عن سلوفانيا نتفرج عن المتشاط ديت وندرس كل واحد بالحركة ازاي احنا بالنسبة لنا بنقدر نعرف كل واحد بتحرك بالحركة الكورسي يقدر يعمليه بنقدر ندرس الجوانب ديت مع الجهاز الفني والحمد لله ربنا كرمنا بجد بجد يعني ده ببرك الدوع المصريين وكنا عاوزين نعمل حاجة بلدنا ونهد الفوز للرئيس الجمهورية جد يعني جد احنا كنا مصرين مصرين العشر رجالة اللي كانوا موجودين هم تمن شباب وبنتين كنا نسمعينهم عشر رجالة اللي موجودين كان كلنا اسرار كنا ما نعمل الاجتماع اللي اولا جماعة عاوزين نهد الفوز للرئيس الجمهورية رأى عزول هيمان في مصر عاصم كان نفسنا بجد بجد احنا كنا على تكة من المركز الاول بس عاوزين نقول برضو احنا بنعني فريق البرازيل فريق المحترم هو فريق عنده فالدوري اتنين وتارتين فرقة في كورة اليد منشأ من افين وخمسة واحنا لسه منشأ من شهر فات طبعا عما نمسك نكسب منتخبات بالشكل العالمي ده انا من الموقعي هنا بشكر اولا الجهاز الفني بشكر اللعيبة انت انا اللي انا عارف والنتيج قدامي كسبت الهند كسبت سلوفينيا كسبت الشيلي كسبت البرازيل سوريا خسرت من البرازيل وكسبت المنتخب الهولندي وفي اخر مباراة مباراة نهاية عادلته واخسرته ده المفاجأة بقى مفاجأة احنا كسبت من المنتخبات ده 2-0 احنا كان عندنا اسرار اللي احنا ننفذ ونكسب ونحقق فعلا عزيمة ورادة بجد انا مبسوط جدا 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 سعيد بالمكسب بشكر زميلي جدا جدا مع اصغل لعب كلهم ابطال ويعني لو في مستاحة من الوقت بشكر محمد انور جون كابتن ماجدي ميجو هدف البطولة وانا سعيد به جدا 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 كابتن ربيع حسن حسنين كابتن محمد حسب النبي كابتن عيات كابتن وفاء كابتن سامي منصور كابتن بصراحة يعني مش طبعا الجهاز ده وفاء كابتن عيات طبعا انا مش عايز انسى حد لا ايوة تنسى حد لا مش عاد دكتور حسن مصطفى بامانة يعني عايز اقول له حضرينك على حاجة اول دخلة لي معانا اول يوم جانا في التدريب اول يوم عايز كر لنا يعني الناس ده هتعمل ايه صراحة يعني فانا واحد من الناس كابتن منتخب بصيت له كده وخدت الموضوع بجواب ايه اللي هو لأ هنشرفه اللي هو لأ بالزبط بالزبط فات بالزبط عشرة يام وجي التمرير اللي بعد الدكتور حسن مصطفى بقى يبص كده هما دول انكم تتفرج عليهم هما دول فعلا احنا بتدرب صبح حولين معسكر مغلق هاي ما بنخرجش من قوت برنامج كامل متكامل بصراحة جهاز الفاني تعب معانا اللعيبة تعبت كان معانا برضو دكتور اصابات مهتم باللعيبة يعني كنا احنا فعلا فعلا باشكر في تعلم باشكر بجلس ادارة اتحاد كورت الياد وطبعا مش عايز انسى الدكتور حسن الدين مصطفى طبعا لان هو الدعم القوى لينا طبعا في مصر كلها طيب دكتور عادل الحاجة اللي انا عايز افهمها دلوقتي النتائج وانا بقرأ النتائج دلوقتي اتنين سفر اتنين سفر احنا طبعا فاهمين كورت الياد بتتلاها بازاي النظام المختلف في هذه البطولة او النظام المختلف في هذه اللعبة مو ده كان تحدي تاني كان اللعبة دي حفظة قانون باسكت ان انت تدخلها تلعب جيم بقانون كورت يد احنا في مصر ما عندناش باجراوند كامل او خلفية كاملة عنه فبعدا احنا احنا عملنا جروب في الجهاز الفني بالكامل طبعا كابتن واقل وكابتن ابراهيم وكابتن كارم والدكتور روماني واعضاء الفريق بالكامل قبل ما نصفيهم العشر وبدأنا ننزل اي فيديوهات اي حاجة في القانون نترجمها وننزلها لهم عشان يبقوا معانا احنا بدئين من السفر السفر من تحت السفر كل حاجة تحدي غير عادية طبعا دي مهمة دي مهمة فعلا مستحيلة والله احنا انا النهاردة ننزل بوست قلت يعني لا يعلم الجهد المبزول الا الله احراك بتقول انا مثلا متصور وانا احراككم ديوب في النهاردة وعلى قد ما دي يقدر جمعنا معلومات معينة في هذا الامر تصورت ان انت عندكم معسكرات مثلا من سنتين ثلاثة عشان نوصل لمرحات ان احنا اخد في الضياف كاس العالم ده المفروض ده الطبيعي ده اللي فهمه يعني اه هادت الوقت تقول لي من شهر احنا بنعرف قانون اللعبة اصلي الزبط كده والدرجة ان احنا الشباب كنا يعني لأ معلش يا شباب الترجمة فيها احنا الموضوع ده هنعيده تاني رامة الجزاء لأ بصورة دي بلاش هو دي فرج موجود جنبي لكن احنا اخدنا التجارب كتير جيبه اما عن النتائج اللي قدام حضرتك احنا هما ست فرق في البطولة الست فرق كانوا مجموعة واحدة بنلعب مع بعضنا دوري من دور واحد وبعد نهاية الدوري من دور واحد بنترتب من واحد لستة الاول والتاني في الترتيب يلعبوا على الذهب التالت والرابع يلعبوا على البرونز الخامس والسادس ترتيب فالفرقة الوحيدة اللي خدت شوت من البرازيل احنا احنا دورة المباراة النهاية دورة النهاية والبرازيل كسبت كل مباراةها في المجموعة كل مباراة فكان عشان اوصل للشباب للمرحلة دي حاولنا ان احنا نعمل معسكرين خارجيين في بعد مرور تقريبا حوالي عشرين يوم من التدريبات تواصلنا مع باكستان وتواصلنا مع البرتغال الباكستان خلاص اجراءاتها تمت ولكن جي الفيضان او السيولي في الباكستان وتعذرت الدنيا ان احنا نروح طب نروح البرتغال لا الشنجن قبلها لازم ناخد فترة عشان ناخد التأشيرة لاوروبا فاراد الله سبحانه وتعالى ان احنا ما نخرجش ولكن قلنا هنكسف هنا بدأنا نعمل معسكرنا صبح وبالليل اه يعني انت كمان بتقولي انه بسم الله الرحمن الرحيم احنا بدأنا اللعبة اول مباراة مباراة رسمية في بطولة العالم لا وده الحقيقة الرسمية فعلا لكن احنا جينا قبل افتتاح البطولة بيوم عملنا مباراة مع الهند وعملنا بعدها بساعة مباراة مع البرازيل تخيل اللي حالك بتقولي ده ده مش كصة بقول لحضرتك انا هي تكتب اه طبعا فجينا مباراة الهند احنا كسبنا الشوتين لان لها نظام اقول لحضرتك الاشواط بتاعت زي ما حضرت التربط مني اه والبرازيل الشوتين الاولين تعادنا معهم ستة ستة هم زهو يلون اه ازاي؟ لا الفرقة دي فيها حاجة بدأنا الحمد لله احنا نعرف شغل نبدأ نعدي تاكتك معين الكابتن ابراهيم والكابتن واقل عايز اقول لحضرتك عملوا تاكتك في في اللعب الفرقة التانية لعبت به تاني يوم و تلت يوم يعني اخدوا مني احنا التاكتك اللي بنلعب به لازم بقى في عنصر النسائي في الفريق وهم تلت لعيبة وعنصر النسائي العنصر النسائي مش بقوة اللعيبة طب نحخلي العنصر النسائي واحنا بنهاجم ويقف جول ونهاجم بتلاتة ولما نيجي ندافع ينزل عنصر رجالي في المرمى والعنصر النسائي يدافع صيد او وسط حسب المركز بتاعه الفرقة كلها كاية بتلعب اربعة شافتنا لعبت زينا تاني يوم و تالت يوم حتى ان برازيل في النهائي لو لعبت بالاربعة زي ما تلعب معنا في اول جيم في الماتش الودي كناك سيبناه بقول لي حضرتك نظام البطولة الاتنين طبعا انا مش ببالغ انا مش ببالغ بس الحاج بتحكيه ده كله حقيقة والله اكبر من الخيال حقيقة والله طي ايه موضوع الشوتين بقى الشوتين احنا بنلعب عشر دقاي وعشر دقاي الشوت عشر دقاي بيعتبر كأنه مجموعة في التنس لما بتكسب انت مجموعة في التنس بتبقى بيسبت شوت تمام؟ فحنا بنلعب لو انت كسبت شوت العشر دقايب بيكسبت سي مسلا اربعة واحد او او اربعة اتنين بقيت واحد صفر متكسبت الشوت ننزل الشوت التاني لو انا كسبت الشوت التاني سبعة صفر سبعة اتنين يبقى كده احنا متعدلين واحد واحد نلعب جيم فاصل من خمس دقايب مش عشر دقايب لازم طالما هو بنتيجة لازم ينتهي نتيل. لو انا اتعادلنا في الشوت. بنلعب حاجة اسمها الجول الزهبي. جول الزهبي. اه لمدة خمس دقائق. الاول ما نسجل الجول خلاص انتهى. الشوت انتهى. ويعتبر الشوت بالنسبة لك. طيب. كابتن محمد. قلت لي من شوية قبل ما نخش على هوا. انه كان فيه مسندك اماهرية كبيرة وكان لها دور كبير جدا في النقطة وصلوا للمرحلة ديت. واسألك عن الجماهير وعايس سألك سؤال كمان مهم جدا. انت اه ان هو يتكمل يد ولا سل? ان شاء الله احنا باذن الله واخدنا عهدها نفسينا. احزا اقول لحد الدكتور حسن مصطفى كان وقت معنا وقفة بجد. اقصد. هو الدكتور محمد الامين بجمانة يعني. هتكمل يد ولا سلل? ان شاء الله ان شاء الله انكمل يد. هتكمل يد. عجبتك. احنا نظر كسر العلم عندنا ان شاء الله لكورة السلل تأجل شهر 6. تمام. واحنا عندنا البرتغال في شهر 11. هاي. كورة يد. هاي. ابو طني تعال. ممتاز. ان شاء الله. نوعين برضو احنا احنا اخدنا خبرة من البطولة الكبيرة اوي اوي طبعا مش حاوز ان سبق ان انا اشكر الناس المنظمين اللي عملوا حدث عالمي كل الناس كل الفرقة اللي جات من مصر بتتكلم على تنظيم بطولة انا فكرة محمد انا مبسوط من اي اوي انك تقريبا متساعد بداية الحوار ده وانت ما كلمتش عن نفسك انت بتشكر كل الناس لا انا شخصية جميلة انا مبسوط اقول لحضر لك على حاجة لما حدث عالمي اتنظموا مصر زي ده والبطولة تحت رعاية رئيس الوزراء تمام وانا بقى بشوف الناس مبسوطة متوفرة بمكان حدث عالمي فعلا مستراحين في اصنصرات في مكان مؤهل زول همم في مكان مؤهل فعلا جدا انا بقى مبسوطة اما الناس دي بقى مبسوطة الناس دي بتوصل بلدها بتشرح تقول لحنا رحنا مصر متوفر لنا واحد اثنين تلات احسن يقول لحنا بنا مشاكل لا كنا بنوعد نقاضينا كجربات فرق برضو بقول لحنا مبسوطين اما مش عايزين يمشوا من هنا مش عايزين يمشوا فيها انا من المكان صح وعالمي بالنسبان انا شخصيا طول ما الفرق سعيدة وفرقتي بتحقيق نجاح دول زميلي فانت فرق انا مبسوط جدا 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 مبسوط جدا جدا قولي بقى قولي الجماهير الجماهير بصراحة بامانة هم السبب هم طعم المكسب في البطول جماهير كان بتحضر من اطفال لكبار لصغارين طبعا مناشكوا الدكتور حسن كان فاتح برضو الصالة الدخول مجانا ممتاز مامانة يعني وديك هات حاجة كويسة جدا 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 وعما كان يزول همم بقولي حدرك في حاجات في البطولة دي انا شخصيا يخلينا موت نفسي في الملعب طيب دكتور عادل عايز عليك سؤال مهم جدا الحمدلاتي بدأنا المرحلة المستحيلة انا نخش فترة تعالى وإحنا بش مستعدين الفترة اللي جاية بقى فكرة ان انتشار اللعبة في أندية في اتحاد يعني ايه المشروع اللي جاي بالنسبة للعبة وإحنا بنعمل فيها إنجازات وعملنا فيها أداء رائعة كده طبعا هو اتجاه دولة هو اتجاه دولة متعارف حالتك القادة السيسية مهتمة جدا بزول همم طبعا دولة رئيس الوزراء بيرعى البطولة معالي الوزير بيجينا المعسكر التدريبي هو رئيس اتحاد الدولة يمر علينا مرتين أخباركو ايه عاملين ايه فده توجه دولة لكن احنا في الهندبول ما عندناش أنصف الحلول يعني نعمل صح يا ما نعملش وبالتالي احنا عندنا حاجة اسمها المشروع القومي وفي لجنة عندنا في الاتحاد اسمها لجنة المشروعات القومية حيلا انا بتخيل انا مش ساحب قرار الواحد طبعا ودي منظومة كورت الياد دي كده صحيح انا ممكن يبقى مقترح ان احنا ندخل المشروع ضمن المشروعات القومية ويبدأ صح من مراحله السنية المتتالية اخر سؤال لك عضو مجلس ده تتحادل مصر كورت الياد برونده بقى في المنتخب الاول مصيره ايه ان شاء الله احنا خدنا قرار انه هو موافق يعني مستمر معنا حتى نهاية جاس العالم السويد ان شاء الله اللي جاي مو فيش ايه مشاكل مو فيش ايه زمان جاي الفل كل هالأمول كويس دكتور عادل ابراهيم شرفت ونورت حقيقي الحوار كممتعة جدا وسعيد جدا بهذا الانجاز انا اللي سعيد كبير سعيد ابتر كمان لما انت حكيتلي الكل اللي حصل انا سعيد بك وسعيد باللقاء واتمنى لك دايما ان الخير كابتن كريم شكرك يا فاديم كابتن محمد فرج حقيقي كنت مبسود على مستوى الشخصي وعلى مستوى انك بطل كبير جدا بس عجبني او فكرة انك بتشكر كل الناس وكل ما اسأله سؤال عن نفسه هو طيبا بيشكر كل الناس انا بشكرك شكرا جزيلا بعد الوقت انا بشكر حضرتك وبنهدي الفوز دوت لسيد عفتاح سيسر رئيس الجمهورية ده اقل لي حاجة نقدمها احنا فعلا فعلا في عهده عمل قوانين لزول همم هم مهتمين بينا فاحنا بنشكره بجد لقبل روح لزول همم في مصر انا اتكلم عن نفسي في الملعب لكن انا بحب يدي كل واحد حققه فعلا النجاح نجاح مشترك بنشكر اتحاد اليد جد بجد بنشكر الجهاز الفني وبنشكر حضرك على الحلقة الجميلة يا حبيبت شرفت ونورت وفخرين بيك وفخرين بكل ابطالنا يعني شكرا شكرا جزيلا نلسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل كابتننا كبير كابتن طارق السايد نجمينادي الزمالك ومنتخب مصر الاصبك يكون ديفي في رقم عشرة خليكم معنا